السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي أولياء أمور وطلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي مستر جودا معكم من قناتكم جودا عودا ويسعدني نهاردة أن أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو هام للصف الرابع الابتدائي هو عبارة عن امتحان على الوحدة الاثناشر امتحان كامل ومطابق لأحدث المواصفات على آخر وحدة عندنا في المنهج هنحله مع بعض إن شاء الله وبفكركم أننا سيبلكوا أسفل الفيديو في صندوق الوصف إن شاء الله هتلاقوا جميع فيديوهات الصف الرابع الابتدائي للي حابب يطلع عليها هتلاقوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو أحبتي وبفكركم إن انتوا تفضلوا معنا لنهاية الفيديو عشان تستفيدوا أقصى استفادة من الأسئلة اللي هنحلها مع بعض وبفكركم لو دي أول زيارة ليكم للقناة سابسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول علشان يوصلكم او الإشعارات بتاعتنا أولا بأول أحبتي وبفكركم برضو إن انتوا ياريت توقفوا الفيديو عند كل سؤال وتحاول إن انت تجاوب قبل ما أنا جاوب نحاول نجاوب قبل ما أنا أجاوب السؤال وندن نفسنا درجات ونشوف هنجيب كام في نهاية الفيديو بإذن الله وده يعتبر نوع من أنواع التقييم الزاتي يعني إن كل واحد فينا يقيم نفسه ويشوف درجاته في الامتحان بكل صدق طبعا لأن انت ما فيش حد معاك فانت بتحاول توقف الفيديو وتجاوب انت على السؤال وتشوف إجابتك صحيحة ولا لا ولو عندك أي أخطاء تحاول إن انت تتلاشاها في المستقبل وتعرف إيه اللي انت غلطت فيه بالزبط هنبدأ مع بعض أول سؤال عندنا وهو سؤال الاستماع هنستمع مع بعض إلى قطعة ومن خلال الاستماع نحاول نجاوه مع الأربع أسئلة اللي قدامنا طبعا القطعة بتاعتنا بتقول سؤال الاول تعال نشوف هنحط الجملة دي يعني صحيحة لو هي صحيحة هنحط لو هي خاطئة هنحط طبعا في السودان لأ طبعا الجملة دي مش زي اللي احنا سمعناه جميل سمع ناس بتقول فولس برضا نحط اف لأن الجملة دي خطأ يقول لك إن الخزان بتاع الهايدام صغير معنى خزان طبعا الجملة دي الهايدام بيساعد الفلاحين إن هم يزرعوا جميل الجملة دي صح برضو بقى الهايدام بيجلب برينجس هنا معناها يجلب أو يحضر المياه الراي إلى الناس في مصر وفي السودان السؤال التاني عندنا قطعة فيها تلات فراغات وجايب لي أربع كلمات تعالوا نقرأ كده ونشوف هندخل آني كلمات في آني فراغات طبعا اللي هي الكهرباء المائية هي مثيرة جدا طاقة متجددة مثيرة هي بتحدث عندما عندما إيه عندما إيه بيمشي بسرعة بيتحرك بسرعة يميل سامع ناس شاطرة بتجاوب معايا بمعنى مياه لما المياه بتتحرك بسرعة ثم تتوقف في منطقة المنطقة اللي بيتوقف عندها المياه وبتتخزن فيها بنسميها إيه عيوة اللي هو الخزان نحفظ يا جماعة الكلمات اللي هي المهمة دي نحفظها إن مهم جدا نحفظ كلمات عشان نستريح في الإنجليش ونستريح بعد كده إن شاء الله في سنة خمسة لازم نحفظ على قدر الإمكان نحفظ أي كلمة تقابلنا الطاقة اللي بتطلع منها بتكون أي واسة مع ناس بتقول نظيفة ورخيصة سؤال التالت عندنا توصيل طبعا هنوصل العمود مع ما يكمله من العمود يلا نفكر كده يا شباب أيوة تمام هناخد لها تحتاج إلى مكان كبير طبعا طاقة الرياح طبعا اللي هي الزاوية أيوة الحاد بمعنى الزاوية الحاد ما لها أيوة هي أصغر من الزاوية القائمة بمعنى الزاوية القائمة ما لها طبعا تحتاج المزيد من المياه طبعا خلاص هي فاضل واحدة طبعا معنى يصلح معناها يصلح يعني يصلح الثلاث معيني بمعنى كلمة يصلح سؤال التالت عندنا أو سؤال الرابع هو سؤال القطعة عندنا قطعة وعليها بعض الأسئلة نقرأ مع بعض القطعة الهايدام في مصر السد العالي في مصر بيساعد الناس كثيرا الخزان بتاعه كبير جدا هو بيجلب الري إلى مصر إلى الناس في مصر وفي السودان وبيساعد الفلاحين لأنهم يزرعوا المحاصيل التي تحتاج الكثير من المياه وبيتحكم في الفيضان معناها الفيضان وبيساعد بيساعد في عملية الجفاف لأن إنه يخزن المياه وهو يقدم طاقة نظيفة لذلك هو بيحمي معنى يحمي أيوا فكروني كده يا شباب كلمة الناس الشطرة اللي معنا تمام بمعنى البيئة يساعد يحمي البيئة المزيد أو الكثير من الأشياء الجيدة لمصر لو أقولنا المعنى الخزان أيوا الاختيار رقم سي جميل جدا كل اللي أجاب رقم سي سيد العالي أيوا بيجلب الري ليه الناس في مصر ما المحاصيل التي تحتاج المزيد من المياه تعالوا نشوف كده أيوا مثل الرز والإيه وقصب السكر كيف السد بيساعد في عملية الجفاف بيساعد في إيه بيخزن المياه سؤال الخامس يبقى هنبدأ بأداة الاستفهام يا سؤال طبعا تمام بعد ما بحط أداة الاستفهام دايما بدور على الفعل المساعد يعني إيه فعل المساعد يعني دو أو دز أو دد أو آم أو إز أو آر أو ووز أو وير تمام أيوا سمع نسبة طول إز هيب أو وات إز ماذا تكون أيوا ويند انرجي ماذا تكون طاقة رياح طيب يلا نفكر يا شباب أيوا سمع نسبة طول صولار انرجي طاقة الشمسية طاقة الشمسية إز تكون تمام تكون إيه أيوا تكون أو إيزي أند تشيب الطاقة الشمسية تكون سهلة ورخيصة ممكن أقول إيزي لاتنين صح وي نحن يبقى لازم أن نشوف الفعل اللي بعدها أيوا سمع ناسب تقول بس في كلمة كان نستطيع نازم تنحط قبل البرب بقى وي كان نحن نستطيع أن ننظف الشاطئ خلي بالك وي نحن وبعدين اللي عمله اللي هو كلين بس فيه كان كان ما تجيش بعد كلين نازم قبل كلين نحن نستطيع أن ننظف طيب سؤال السادس عندنا عندنا جملة وفيها خطأين يلا نفكر كده يا شباب في الخطأين سمع الناس بتقول جميل هنكبرها في الآخر هنحط أو النقطة في آخر الجملة طبعا هنكبر وزي ما نعملت كده ونحط اللي في الآخر ننساش نحط شرطة صغيرة كده تحت حرف وان احنا غيرناه شرطة صغيرة تحت عشان نوضح للي بيصحح ان احنا الناس فهمها السؤال الاخير عندنا هو سؤال البراغراف البراغراف عايزنا نكتب تمنتاشر كلمة باستخدام اللي هي موجودة دي اللي هي الكلمات المساعدة دي طيب طاقة الرياح تعالوا شوف كده المقترح لكم هو ده المقترح يمكن أن نحصل على الطاقة من الرياح دي اول جملة ونلاحظ ان انا في كل جملة مهمة جدا الحتة دي يا شباب ان هبدأ كل جملة بحرف واختمها بفلسطوب او بنقطة لان كل دي جملة خبرية نحن نستطيع ان نحصل على الطاقة من الرياح باول جملة انا استطيع ان ارى الرياح هي تحتاج الكثير من الرياح انه غالي طبعا تغطي الرياح بيكون غالية في البداية انها طاقة نظيفة ورخيصة انها طاقة جيدة لانها رخيصة طيب ممكن ان احنا نقول نستخدمها في المنزل عن طريق طاقة الرياح بنعمل ايه بنولد الكهرباء في جمل كتير ممكن نقلفها في موضوع حاول نحفظ الجمل على قد ما نقدر الشباب ياريت موضوع الحفظ ده مهم جدا وبكده نكون خلصنا اتمنى ان يكون ان امتحنا عجبكم وما تنسوش لايك للفيديو دعمي لينا ودعمي للقناة واشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم على خير هيكون ان شاء الله فيديو على المنهج كامل حتى حينها اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة